اشتركوا في القناة تراجع صادرات الصين وواردتها بشدة في ديسمبر وسط تأثير ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا تفاصيل النشرة الاقتصادية مرحبا بكم أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ارتفاع قيمة الصادرات المصرية بنسبة 23.13% في الشهور العشرة الاولى من 2022 وأوضح الجهاز ان الصادرات المصرية سجلت 42.8 مليار دولار في الفترة من يناير إلى أكتوبر الماضي مقابل 34.7 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2021 بزيادة 8.1 مليار دولار أعلنت وزارة الإسكان أنه سيتم فتح التسجيل لحجز أكثر من 20 ألف وحدة سكنية بعدد من المدن الجديدة بمشروعات جنة ودار مصر وسكن مصر بدءا من الأحد المقبل وأشارت وزارة الإسكان إلى أن عملية التسجيل تتم إلكترونيا على موقع بنك الإسكان والتعمير حتى منتصف فبراير بينما يبدأ حجز الوحدات من الخامس من مارس وحتى اليوم الذي يليه وأشارت الوزارة إلى أن قيمة جدية الحجز لوحدات جنة تبلغ 100 ألف جنيه و80 ألف جنيه لدار مصر و70 ألف لسكن مصر بخلاف مصروفات التسجيل وضعت وزارة رأي استراتيجية خطة تنفيذية للتحول من نظم الرأي بالغمر إلى نظم الرأي الحديث في مزارع قصب السكر باعتباره من المحاصيل الكثيفة في استهلاك المياه وأكد وزير الرأي هانيس ويلم أن تلك الخطة تأتي في إطار توجه الدولة نحو تعظيم الاستفادة من مواردها المائية المحدودة ورفع كفاءة نظام الرأي الحقلي وتعظيم العائد من وحدة المياه وزيادة إنتاجية المحاصيل الزراعية والعائد المادي للمزارعين توقعت المندوبية السامية للتخطيط بالمغرب أن يرتفع النمو الاقتصادي في البلاد إلى 3.3% في عام 2023 من 1.3% في 2022 مدفوعاً بالطلب المحلي وذكرت المندوبية السامية أن التوقعات تفترض إنتاجاً متوسطاً للمحاصيل بعد أسوأ موجة جفاف منذ عقود انخفاضاً في الطلب الأجنبي على السلع وأسعاراً للنفط عند 90 دولاراً للبرميل تقلصت صادرات الصين ووارداتها بشدة في ديسمبر مع تباطئ الطلب العالمي وسط تأثير اتفاع الإصابات بفيروس كورونا وتراجع قطاع العقارات بشدة على الطلب المحلي وأظهرت بيانات جمركية أن الصادرات إنكمشت 9.9% على أساس سنوي في ديسمبر بينما تراجعت الواردات بنسبة 7.5% تراجع كبير شهدته صادرات الصين ووارداتها خلال ديسمبر الماضي مع تباطئ الطلب العالمي وتأثير ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا وتراجع قطاع العقارات بشدة على الطلب المحلي بيانات جمركية أظهرت أن الصادرات إنكمشت 9.9% على أساس سنوي في ديسمبر معصلة الخسائر بعد تراجعها 8.7% في نوفمبر لتتجاوز بشكل طفيف التوقعات بنخفاض 10% كما تراجعت الواردات 7.5% شهر الماضي مقارنة مع انخفاض 10.6% في ديسمبر وهي نسبة أفضل من توقعات بنخفاض 9.8% هذا التراجع يصلط الضوء على المخاطر على التعافي الاقتصادي للعملاق الأسيوية حيث ظلت الصادرات واحدة من النقاط المضيئة القليلة في ثاني أكبر اقتصاد في العالم خلال جائحة كورونا لكنها تراجعت سريعا منذ أواخر عام 2022 إذ خفض المستهلكون في الخارج الإنفاق على خلفية رفع البنوك المركزية أسعار الفائدة بشدة لكبح جماح التضخم أمن المتوقع أن يستمر هذا الضعف العام الجديد مع تأرجح الاقتصاد العالمية على شفى الركود لأن التوقعات تشير إلى تعافي وردة الصين ببطف الأشهر المقبلة بعد أن مهدت خطوة الحكومة المفاجئة لرفع إجراءات مكافحة فيروس كورونا الصارمة في ديسمبر أمام إعادة فتح الاقتصاد وإطلاق العنان للطلبة في غضون ذلك أظهرت البيانات ارتفاع وردة الصين من النفط الخام بنسبة 4.2% في ديسمبر عن العام السابق إذ اشترت المصافي الحكومية الخام بأسعار رسمية منخفضة أظهرت بيانات من مكتب الإحصاءات الوطنية أن الناتج المحلي الإجمالي البريطاني ارتفع 0.1% في نوفمبر كما أظهرت البيانات أنه في الأشهر الثلاثة حتى نهاية نوفمبر انكمش الاقتصاد بالنسبة 0.3% بلغ معدل ارتفاع تضخم أسعار الاستهلاك في فرنسا 5.2% على مدى عام 2022 بأكمله وأعلن المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية أن تلك النسبة بلغت 5.9% في ديسمبر بالمقارنة مع الشهر نفسه من 2021 في حين بلغ معدل التضخم 1.6% في عام 2021 وأشار المعهد الوطني أن زيادة معدل التضخم جاءت نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء وبدرجة أقل السلع المصنعة والخدمات التي ارتفعت بنسبة 3% توقعت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا ألا يخفض الصندوق توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي البالغة 2.7% في 2023 وقالت جورجيفا أن 2023 سيكون عاما صعبا آخر للاقتصاد العالمي وأن التضخم لا يزال جامحا لكنها لا تتوقع عاما آخر من التخفيضات المتثالية لتوقعات النمو مثل التي شهدتها العام الماضي ما لم تحدث تطورات غير متوقعة أكد رئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو ونظيره الياباني فوميو كيشيدا في أوتوا رغبتهما في تعزيز علاقتهما الاقتصادية وخلال مؤتمر صحفي مشترك في العاصمة الكندية أشارت ردو إلى إمكانية بلاده في أن تكون مورد موثوق به في الطاقة والمعادن في حين لفت الجانب الياباني إلى أن الغاز الطبيعي المسال سيلعب دورا حاسما في مجال تحول الطاقة في اليابان وستصبح كندا موردا رئيسيا للطاقة إلى اليابان وكوريا الجنوبية من خلال محطة تصدير الغاز الطبيعي المسال المقرر افتتاحها في العام 2025 هبط مؤشر بورسة اليابان بأكثر من 1% ليسجل أول خسائره في آخر 6 جلسات وأنهى مؤشر نيكي الجلسة منخفضا 1.25% بينما أغلق المؤشر توبيكس الأوسع نطاقا منخفضا بنسبة 0.27% وتمكن نيكي من الصمود على أساس أسبوعي ليحقق مكاسب أسبوعية بلغت 0.56% بعد أن انخفض لأربعة أسابيع متتالية قبل ذلك في أسواق النفط العالمية تراجعت الأسعار لكنها في طريقها لتحقيق مكاسب بأكثر من 6% هذا الأسبوع على خلفية مؤشرات قوية على نمو الطلب في الصين وانخفضت العقود الآجلة لخام القياس الأوروبي مزيق برينت 17 سنة إلى 83.86 دولار للبرميل في حين هبطت العقود الآجلة للخام الأمريكي 12 سنة إلى 78.27 دولار توقع بنك مورغن ستانلي تقلص الفقوة بين العرض والطلب في سوق النفط خلال الربعين الثالث والرابع من عام 2023 بدعم من انتعاش الطلب نتيجة إعادة الصين فتح حدودها وعامل أخرى وتوقع مورغن ستانلي أن تظل أسعار خام برينت في الربع الأول في إطار نطاق يتراوح بين 80 و85 دولارا للبرميل لكنه توقع أيضا وصول الأسعار إلى 110 دولارات للبرميل بحلول نهاية العام وعودة للعناوين زيادة قيمة الصادرات المصرية بأكثر من 23% خلال الشهور العشرة الأولى من 2022 لتسجل 42.18 مليار دولار وزارة الإسكان تحدد الأحدى المقبل لبدء التسجيل لحجز أكثر من 20 ألف وحدة سكنية بمشروعات جنة وضار مصر وسكن مصر تراجع صادرات الصين ووارداتها بشدة في ديسمبر وسط تأثير ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا كانت هذه أهم معانوين النشرة الاقتصادية شكرا للمتابعة